هذا وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن تحشير بحري عسكري أمريكي في الشرق الأوسط وقال المسؤول في البنتاجون أن القوات الأمريكية حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد أحداث العراق ولبنان وإيران لفتا إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء لسيطرته على الوضع قبل حدوث كارثة إقليمية وأشار إلى أن القوات الأمريكية في حالة تأهب تحسب لأي تصعيد مبينا أنها سترد في العراق وسوريا وفي كل مكان من أجل حماية مصالح واشنطن والحلفاء وأضف أن تقارير القادمة من الشرق الأوسط تؤكد وجود رد إيراني على مقتل ضيف المرشد في طهران